اشتركوا في القناة السندوق بين كوسين اتزيو امبرامز شاويون ادي والي فريدوم كراي المانيوسكريبت او المخطوطة الزلزال شي والسبب انضمه مع التيمبلارز البدلة العصر الحديث الموظف فروج والموظف روبرت فريزر مونتريال والخاتم نبدأ بشاي باتريك كورماك انا كنت تفاكر ان الشاي هو اللي خان الاساسينز بس كنت غلطان الاساسينز هم اللي خانوا شي شي قبل ما يضم مع الاساسينز كان بحار زي ابو الشاي كان بيحمي ابوه من الكرسنة بعد كده ابو شي حيموت في عاصفة واحد من صحاب الشاي هيقدمه للاساسينز واقتنع بفكرهم وانضم مع الاساسينز وزاعتها المعلم بتاعهم في نيويورك كان اكريليز شي هيقابل ناس كتيره من الاساسينز زي اكريليز وادوالي اكيليز هيكلف الشاي بمهمة استرجاع ارتفاكت من شخصين تيمبلار شي هيقتل الشخصين دول وحياخدوا الارتفاكت الارتفاكت كانوا كلهم 3 قطع الاولى كانت عبارة عن صندوق كانت مواحد تيمبلار اسمه سميس التانية كانت عبارة عن مخطوطة او مانيوسكريبت كانت مواحد اسمه جيمس واردروب التالتة بقى كانت عبارة عن شكل عامل زي الكرة تقدر تقولوا انها شبه القبل اوف ايدن شي هيقتل الشخصين التيمبلار دول وحياخد الارتفاكت الارتفاكت الاول والتاني مرتبطين ببعض يعني عشان تشغل واحد فيهم لازم التاني يكون موجود بمعنى السندوق والمخطوطة بيكشفوا مكان الكتعة التالتة والمخطوطة الكلام او الرسومات اللي فيها محدش يقدر يفهمها لانها مكتوبة بلغة الحضارة الاولى بس العالم بنجيمين فرانكلين قدر انه يفهم اللغة دي وفهم طريقة تشغيلها فلما شغل الالة بتاعته قدرت انها هتوريه مكان الكتعة التالتة وده عن طريق السندوق واللي هتطلع مكانها في كنيسة في البرتغال في مدينة لسبون لما شي هيروح هناك وهيلاقي مكان الكتعة التالتة هيجي ياخدها الكنيسة كلها انهارت وحصل زلزال في المدينة كلها وقترت ناس ابرياء بسبب الزلزال ده لما شي هيرجع حيتهم اكيليز انه كان يعرف الزلزال ده انه حيحصل وانه حيموت ناس وكمان حيقول له ان الزلزال ده مش اول مرة يحصل ده حصل قبل كده لما اكيليز حاول ياخد ارتفاك تانية فحصل نفس الزلزال في مدينة هاتين اكيليز هينكر كل الكلام ده فشاي بعد كده هيعطل كل خطط البحث عن ارتفاك تانية عشان زلزال اللي حصل ده ما يتكررش تاني فراح عند بيت اكيليز عشان يسرق المخطوطة اكيليز هييفشو وهيتهمو بالخيانة اسناه هروب شي هيمسكوه واحد من الاساسين هيدربو بالنار شي هيوع من فوق التل وهيفتكرو انه مات بس في واحد من التيمبلر برطبت كولينيل هيودي للناس عشان تعالجو الفاناجينز وتعالج لحد ما بقى زي الحصان الناس اللي علجوه هيدوه بدلة بتاعت ابنهم المتوفي وهي بدلة تيمبلر شي هيتصحب على كذا واحد من التيمبلر الكولينيل جورج مارنو وجست صديق جورج مارنو واللي شي هينكزه بهو على ناصلة الاعدام وجاك ويجز وويليام جونسون اللي ظهر في اساسينز كريتس ري وهي سام كانوي شي دوره في اللعبة انه يعطل كل خطط الاساسين بانهم يبحثوا عن ارتفاك تانية وده علشان الناس الابرياء ما تموتش فشاي هينضمه مع التيمبلر وحيات الكل واحد من الاساسين الصحابه وهيحاول يرجع الارتفاكت السندوق والمخطوطة علشان يمنع كيليز بانه يدور على الكطعة الثالثة في واحد جاسوس بيشتغل مع الكراسنة اسمه ليشا سير شي ما كانش عايز يقتله هو برحل عنده عشان يشوف لو عنده معلومات على مكان السندوق بس هيكتشف ان اساسا ليشا سير كان متوقع مجيء الشاي علشان يموته فشاي هيقتله مضطر شي هيلاقي ان المخطوطة موجودة في السفينة ومكتوب عليها رسالة الرسالة من الكولينيل جورج مارنو بيقوله ان انت لما وقعت من عالتل المخطوطة دي كانت معاك في جيبك فانا اخدتها علشان احاول افهم لغتها بس فشلت فخلي المخطوطة معاك علشان انت اكتر واحد انا بصك فيه بس شي لما هيقابل الكولينيل هيقوله انا مترد اكتر منك فخلي معاك المخطوطة علشان الاساسين ما يقدرش يوصل لها احداث كتر حتحصل شي هيات الكل اساسين بيبحث عن الصندوق والمخطوطة هيبدأ بصحبه كازيواسي شي لما هيات الكازيواسي هيقوله وده كان طعم الاساسين خلوك تبعد عن هدفك الحقيقي وده ادوات لليام انه هيت الكولينيل جورج مارنو علشان نرجع عن المخطوطة شي وهيسم كينوي هيتقابله اخيرا وكمان هيقابله اديوالي شي هيات الادوالي وهيقوله ان نهات الكل شخص بيدافع عن اكيلز شي هيعرف ان اكيلز لسه برضو بيبحث عن الكتعة الثالثة ويدور على طريقة علشان يشغل الصندوق من تاني علشان تعرفه مكان الكتعة الثالثة وده بمساعدة البنت هوب فالتلاتة دول اقترح انهم يقتلوا راس الافعة علشان ما تلحاش تقولهم مكان الكتعة الثالثة بس شي هيتأخر للأسف هيروح علشان اقتل هوب هيلاقي انهم معرفوا مكان الكتعة الثالثة شي هيعرف مكان واحد من الاساسين اسمه الشافليه بمساعدة الكابتن كوك هيروح علشان يقتلوا هيلان الاساسين عاملين كمين بس علمين يابا تلحج شي كورمك برضو شي هياتل الشافليه وبكده مش فاضله غير انه يخلص من اتنين بس اكيلز وليام وهما راحوا علشان يجيبوا الكتعة الثالثة هيعرفوا مكانهم والشاي وهيسم كينوي هيهجموا عليهم اكيلز وليام هيشوف الكتعة الثالثة واكيلز هيقول ان شاي كان معاه حق بمجرد ما الكتعة ما تتشال من مكانها هيحصل زلزال وفعلا ما خدش الكتعة بس حاجة تانية وحشة حصلت ان الكتعة تشالت من مكانها فعلا وده حصل بالغلط وحصل الزلزال وهذا كفكيك شي هياتل ليام وهياخد منه المخطوطة هيسم هيحارب اكيلز وكان هيقتله شي هيقول لهايسم سيبه هو اساسا ما بقاش خطر علينا وكمان عشان هو الوحيد اللي يعرف خطورة الكتعة الثالثة لو تشالت من مكانها فبدون اكيلز الاساسين ممكن يكمله في بحثهم عنها من تاني هيسم هيقتنع بكلامه بس هيسم هيضرب اكيلز بالنار على رجله كتسكير مهمة شاي جديدة بقى شاي معاه المخطوطة لكن مش معاه الصندوق فهيسم كينوي هيوكل شاي بمهمة جديدة وهي يبحث عن الصندوق وهيعرف مكان الصندوق فعلا وهيطلع مع ابو ارنو تشارلز دوريان شي هيقتله وهياخد الصندوق وشاي هيسلم الصندوق للتيمبلرز لما شي هيقتل تشارلز دوريان هيقول له انه كونر كينوي بيجهز لثورة ضدكم نجي بقى للعصر الحديث بداية العصر الحديث بتلاقي ان فيه فيروس في اجهزة ابستيرجو في ذكريات شي الفيروس ده اللي نشرته باشوب عشان تعف تتواصل مع روبرت فريزر ثانية واحدة من روبرت فريزر ده اسم الموظف في يونيتي ابوس لوما شفت الشرحي عن يونيتي اتفرج عليه وبعدين نكمل الفيديو ده عشان فيه حاجات مش هتفهمها هتلاقي الرابط تحت الفيديو في الديسكريبشن في يونيتي لما كنا بنتفرج على ذكريات ارنو دوريان كان ساعتها في نفس الوقت بنتفرج على ذكريات شي لان الاتنين في نفس المكان في مونتريال يعني احداث العصر الحديث بتاعت يونيتي و روج ماشيين مع بعض طب السؤال دلوقتي مين هو الموظف بتاع روج يا طرى نفسه بتاع بلاك فلاج ولا نفس بتاع يونيتي ولا واحد جديد الموظف هو نفسه بتاع بلاك فلاج اللي انا قلت انه ديزموت مايلز في فيديوهات قديمة لكذا سبب اول سبب الطريقة اللي انتهت فيها روج لو ركزت فيه كلامها اللي جابة حتطارك لوحدها السبب الثاني ان البنت دي طرف الموظف هو يعرفها لكن الشخصيتين دول هو ما يعرفهمش وعشان كده هي يعرفتهم عليه السبب الثالث ان ليه الموظف ده ملوش اسم علما ان الموظف في يونيتي اسمه روبرت فريزر اش معنى الموظف ده بتاع روج ملوش اسم بالزبط زي بتاع بلاك فلاج لانه ديزموت مايلز طب ممكن واحد يقول طيب لو هو نفس بتاع بلاك فلاج مش المفروض يكون معاه التلات سيكورتي ليفل ردي حيبقى ان اللي كان بيد كل السيكورتي ليفل ده مات اللي هو جوني السيج فلما مات كل حاجة عطلت نتابع الاحداث ايه سبب الانتقال فجأة لزاكرة تانية او لسنين تانية في ذكريات شي فيه خلل بيحصل في الانمس فبينقل شي لفترة تانية من حياته عارفين الخلل ده سببه ايه الخلل ده سبب الفيروس انتشر على الهيليكس تفتكروا ازاي يوصل الفيروس للهيليكس بيشوب مثلا الفيروس ده اتصنع مخصوص عشان بيشوب تعرف تتواصل مع الموظف روبرت فريزر اباسترجو كانت بتعمل هجمات على الهيليكس التايم انوملي لو تفتكروا علشان تعرف الفيروس ده سببه ايه وانا قدرت اشوف شكل الموظف بتاع ايونتي اللي اسمه روبرت فريزر وحتعرفه على طول بمجرد ما تسمع صوته في حاجات لسه محكتهاش زي الصندوق ده جه ازاي و ايه اصله حكاية الصندوق حكاية معقدة جدا جدا فلازم نرجع اربع سنين لورا فاكرين الفيلم بتاع نهاية ايديو اللي اسمه اساسنز كريد امبرانس نهاية الفيلم ده حتورين ايديو بيقول لبنت الصينية شاويون بيقول لها احتفظ بالسندودة سؤال سريع ازاي ايديو جاب السندودة السندودة كان مع ايديو من ساعة ما اهلو تعدمه يعني السندودة كان معاه وهو عمره 17 سنة لان السندودة كان موجود في مدينة توزاني ودي المدينة اللي ايديو تربى فيها قبل ما يروح فيل تعم ايديو المهم في سنة 1524 ايديو حيقول لشاويون تحتفظ بالسندودة وما تفتحش السندودة اللي لما اتوه عن الطريق وفعلا شاويون احتفظت بالسندودة لمدة 100 سنة وبعدين حطت السندودة في سفينة رايحة المكسيك في 1737 السندودة كان عسفينة للتيمبلرز في فرنسا اديوالي هيهاجم السفينة دي وحياخد السندودة اديوالي في اضافة فريدم كراي حيدي السندودة لوحدة ست اسمها بيتستيان جازفي لو لعبت فريدم كراي اكيد هتعرف على طول من شكلها هيديها السندودة علشان تساعد شعبها بانهم يخرجوا من العبودية المهم في سنة 1751 مدرب الاساسين اسمه فرانوز ماكانديل اللي ظهر في اساسينز كريد ريبراشن هياخد السندودة والمخطوطة وهيبحث عن الكطعة وحيلاقيها بس مش هو اللي حيروح على مكانها هيبعت واحد من اتباعه لما حيدخل هناك حيلاقي الكطعة وحيشيلها من مكانها وده طبعا هيسبب زلزال وفعلا حصل الزلزال في مدينة هيتي لما حصل الزلزال الشخص ده حاول يهرب بس فيه سخرة هتوق عليه ومش هيعرف يتحرك بس ساعتها حيجي لورنس واشنطن وحيقول له هنكزك بس قوله على مكان السندودة والمخطوطة وحيقول له فعلا بس لورنس واشنطن حيقتله لورنس حيروح على المخيم اللي بيع فيه فرانوز ماكانديل وحيصرق السندودة والمخطوطة وحيوديهم على ولاد فرجينيا عشان التيم دارز يحاولوا يفهموها وبعد كده بقى في 1752 كسة روك حتبدأ وحيحصل اللي انت شفته دلوقت في اللعبة لكن في فبراير 2014 اتنين من الأساسين حيحاولوا يسرقوا السندود من أبسترجو لكن فريق سيجما اللي بقيادة أتسو بيرج حيحارب الأساسين دول وحينسحبوا وحيسيبوا السندود طيب الحاجة التانية المخطوطة أو المانيوسيكريبت شكلها ازاي وعبارة عن ايه اي حد لايب بلاك فلايج لازم يكون شاف شكل المخطوطة دي المخطوطة دي اللي كتبها الحضارة الأولى ومكتوبة بلغتهم وبتوضح كل يماكن البيسيزوف ايدن الاول فاكرين الفيديو بتايع عن عائلة كينوي لما قلت ان ادوارد حيعمل ابحاثه عن الجراند تيمبل المخطوطة دي بقى كانت كزا ورقة منها اللي جمعها ادوارد كينوي وهي اللي عرفته مكان الجراند تيمبل اللي في نيويورك اللي هيدخله ديزموت مايلز في أساسينز كريد 3 لما هينكز العالم بقى اتفرج على الفيديو ده بعنوان كسة عائلة كينوي هتلاقي الرابط تحت الفيديو في الدسكريبشن شكل المخطوطة لازم تكون شفتها بالصدفة في بلاك فلايج وهي دي صورتها اخر حاجة بقى ايه الخاتم ده لازم تعرف تفاصيله لانه مهم جدا الخاتم ده اللي صنعه الحضارة الأولى وهو عبارة عن خاتم اللي بيلبسه ببقى عنده قوة خارقة في الهند في عام 2013 فيه شخص اسمه جوت سورا بس الاول لازم تعرف ان فيه متكتر فيه اسمه براهمان V.R والمنتج ده شبه الألمس وينزل في الهند فالشخص اللي اسمه جوت سورا حيشوف زكريات ناس من أجداده وحيلاق ان كان معهم الخاتم ده وحيحصل على الخاتم فعلا وحيقدمه لخطبته بعد كده التيمبلرز حيعرفوا ان الكتعة دي ظهرت فعلا فحيبعته بيرج وحياخدها وزي ما شفته في روج ان بيرج حيدي الخاتم ده للموظف علشان ايه ده اللي حنعرفه في الجزء البلاتفورم اللي في الهند كده مش فاضل غير الحاجة الأخيرة دي واللي هتحتاج وقت كبير جدا 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 لشرحها خليها بعدين أحسن وبكده الكون انتهينا من شرح كسة روج لو عندوك مياسئلة حطوها في الكومنتس اللي تحت وما تنسوش تتفرج على شرحي لكسة يونيتي هتلاقي الرابط تحت الفيديو في الدسكريبشن شكرا على المشاهدة واتمنى انكم تزوروا صفحيتي على الفيسبوك فيسبوك.com slash nevermindhd كان معكم احمد السوري see you next time اشتركوا في القناة